بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو اللي ان شاء الله عايز احل مسألة applications على linear programming problem تمام اللي احنا حلناها في الفيديو اللي فات لكن حلناها بال graphical solution عايز احل نفس المسألة ولكن بال simplex method عشان ان اقول لكم يعني فعليتين احل بيهم نفس مسألة فالapplication وهيودون نفس نايتك في الاخر ان شاء الله اللي انا اشتغل صح طيب عشان وضعش وقت حضراتكم انا سيضغط المسألة نفسها ممكن انتخدوها من اول حوال 4 و 5 داية في الفيديو اللي فات فانا هكمل كاني جبتها بالضبط اهو وهدي ادي يا جماعة ايه؟ دي هي المسألة بتاعتي بعد ما صدناها مع بعض كده اهو حاولناها من ايه؟ حاولناها من story ظريفة شوية وكده الى مسألة الى مسألة الى مسألة بتاعتي ان انا عايز اعمل minimize تمام؟ دي معلين حلاها زي بال simplex طبعا اول حاجة بص عليها هل هي minimize ولا maximize لو كانت maximize كنت دخلت على طول فبدايت الحل مع اسف مش هقدر لازم اعمل حاجة صغيرة فكرينها بعمل حاجة اسمها transformation matrix اللي هتحول لمسألة من minimize ل maximize طبعا يلا بقى صرعة شوية هعمل اول 140 6420 ادي هعمل ايه؟ المتركسة هي 140 وبعدين 60 وبعدين 420 420 نيجي بقى دي الرو التاني حيب عبارة عن 35 90 315 35 35 90 350 واخيرا بقى نيجي للوبجكتف نحب نخليها اخر رو 1,290 واعدين C 1,200 يا شباب اهو تمام وبعدين 900 وبعدين نحط C المتركس دي بقى كنتنا نسميتها A وقلت عايز اجي الحاجة اسمع A T نحط T اهو عشان ننجز يعني عايز اجيب ترانسبوز المتركس دي هنعمل ايه بقى نحط يعني 140 60 كاته جنبه نلقى تحتها وتحتهم تانين برضو 420 هنا بقى هعمل نفس الكلام 2 الصف التاني احوالي الى عمود تاني 35 وبعدين 90 وبعدين 350 ها صف التالت احوالي الى عمود تالت عندي 1200 وبعدين عندي 900 وبعدين بدل C هنحط P كرمز لان انا خلاص حولت المسألة الى ماكسمايز كده طب تعالوا بقى نصيغ المسألة بقى سمحت يالله ماكسمايز ال P هتبع باره عن equal 420 X dash plus 315 Y dash Subjected to ودي بقى الكوندشنة بتاعتي هاي عندي 140 X dash plus 35 Y dash less than or equal بعكسها هاي 1200 وبعدين عند الشرط التاني اللي هو 90 X sorry 60 الاول 60 X dash plus 90 Y dash less than or equal 900 ها نعمل دوقتي يبقى فاكرين نحولها الى standard 4 standard 4 يالله شباب بحب اخلي اقوى الشرط انا بحط في الاول خالص اللي هو 140 هنعمل فيها ايه بقى التغيب اللي يحصل 140 X dash plus 35 Y dash plus S1 equal 1200 وبعدين عندي هنا الروت التاني هيكون الكوندشنة التاني 60 X dash plus 90 Y dash plus S2 equal 900 واخر حاجة احاول objective الى equation برضو باس الريفن سادق بزيرو P minus بقى minus 4 and 20 X dash minus 15 Y dash equal zero طيب يالله بقى انا من التابل ده انا احط هنا ال X dash احط هنا ال Y dash احط هنا ال S1 احط هنا ال S2 احط هنا ال constant احط هنا احط الفكر ratio test جميل جدا تعالوا بقى يا جماعة نحط R1 يالله هنا نوزع 140 تحت ال X dash طبعا يليها مين على طولها ايوه 35 وبعدين نحط كان 1 وبعدين 0 وبعدين 1200 نيجي هنا نحط R2 نحط هنا 60 ونحط هنا 90 ونحط هنا 0 ونحط هنا 1 ونحط هنا 900 وبعدين نيجي هنا يا شباب هيبقى عندي negative 420 negative 420 وبعدين negative 315 وبعدين 0 00 يعقى العين بقى ال Pivot هي عند عيني هنا فين دقاتي يعقى negative 315 وال negative 420 اخد الاقال اللي هو ده يبقى ال Pivot ياما ال 140 ياما ال 60 هو اللي هيبقى ال Pivot نعمل موضوع ايه ال ratio test اخد هنا 1200 وحطها divided by 140 يتبدي كان بقى جماعة دين 0 يتبقى عندي divide by 2 هذه 60 divide by 2 يبقى 7 نيجي هنا نعمل 900 divided by 60 نودي 0 مع 0 يتبقى 90 which is دي هتطلع في الاخر يا جماعة ب 15 طبعا 6 divided by 7 لو انتهت بالزرورة دهوت او هيبقين لك هي كان بالزبط هتبقى 8 وشوية فطبعا ده اللي هيكسب يعني يبقى انا هاخد ده هو ال Pivot اخد ال 140 الكبيرة دي معلش هي ال Pivot بقى تمام يلا عميني دي بقتي على R1 ده اللي هو 140 ده هوا ماسك R1 ال Old ده او يعني Old دي مش 2 الله يخليكم وعملها divided by cam divided by 140 عشان تديني مين تديني R1 اللي هو ال New يعني كويس يبقى ده الديني كام ده الديني 1 وده الديني 35 divided by 140 which is 35 يعني تبقى 1 over 4 كويس ده يديني طبعا 1 over 140 ده يديني 0 divided by 0 ده يديني 60 over 7 لسه حاس بنها من شوية جميلة دلوقتي بقى عيني على مين ها البفوت اللي هو الone ده مع 60 الone مع 60 مركز هنا وهنا ده ممثلا للرودة كله وال60 ممثلا للرودة كله كمام؟ هعمل ده times negative 60 يعني هعمل هنا ايه جماعة negative 60 وحط هنا معنا one واللي ها يطلع add عليه اجمعه معنا two the old كويس يبقى هعمل ده times negative 60 هي يبقى negative 60 مع 60 بقى zero وهو ده انا عايزه هاجي هنا اعمل ده times negative 60 فيديني negative 15 مع 90 تبقى 75 اجي هنا اعمل times negative 60 تمام؟ تروح الزيرو مع الزيرو تبقى six over 14 which is negative three over seven نيجي هنا هنعمل negative 60 عم زيرو وفي الاخر عملها add one تبقى one زي ما هي تمام؟ هنا بقى هعمل negative 60 times 60 يعني negative three thousand six hundred وعمل لها add nine hundred نعمل بقى ايه شوية حاجات كده algebra common denominator هيتطلع علي مثلا ان انا عايزه اعمل six three zero zero minus three six zero zero يعني تقريبا يا شباب هنا ام يبقى هنا two seven zero zero يعني تطلع علي يا شباب two hundred two thousand أعلم seven hundred divide by seven خاص؟ طيب عيني بعد الوقت على مين يلا عيني على ال pivot برضو لهو الone وال negative four hundred twenty همسكي بقى هعمل ده times positive four hundred and twenty يعني four hundred and twenty times one new واللي هي اطلع اقاد عليه مع objective كويس يدين هنا زيره طبعا هنا بقى four hundred and twenty times one over four يعني هيدين هنا divide by four تروح divide by four تدي two hundred and ten كمان واحدة تبقى one hundred and five نعمل لها add مع minus three hundred and fifteen تدي minus two hundred and ten هني يجي هنا بقى شباب هعمل four hundred twenty times one over one hundred and fourteen كويس يزير رح مع zero forty two divide by four يعني divide by seven six divide by seven two يعني three plus zero تبقى three كويس وهنا هنعمل بقى ايه هنعمل zero times four twenty plus zero يدي زيرو هنا بقى هنعمل يا شباب هنعمل four hundred and twenty times النمبر الجمي ده times النمبر انه قلنا times ده times sixty over seven طيب four hundred and twenty over seven اصلا فيها كام سكستين times sixty كأنها سكستي سكورد three six zero zero ماشي؟ جميلة طيب نخش مرحلة تانية بقى الكولومن التانية تاعة الواي داش دلوقتي هو في بيبوت الجديد يفترها يبقى one over four ولا seventy five نعرف من الرايشو تستنعمل sixty over seven divided by one over four يعني يخليها كانها times four مش كده كانها times four فتبقى two forty over seven هنا بقى اعمل two thousand seven hundred divided by seven divided by seventy five تمام؟ يعني نعمل كده two thousand seven hundred divided by seven divided by seventy five نعمل تانية number seventy five يعني تقريبا نطلع كاما شباب دين دي هتطلع ب تطلع ب تطلع ب thirty six تمام؟ تطلع ب thirty six ما هيش سنة يدي واحدة تطلع هنا ب thirty six over seven مين هيبقى اظهر الباقة معها؟ تطلع ب thirty six over seven طبعا الأظهر هيكون مين؟ ها؟ thirty six ولا two forty طبعا نفس الديلميناتور كيفية انا بصها على النيميناتور يعني يبقى ده اللي هيكسب ومعنى كده ان seventy five هي الباقة الجديد يبقى انا هم جاي هنا بقى في اخر ساكل هم ماسك الار two الالد وعملوا فهيديني الار two اللي هيكون كان باقي هنا معده one هعمل طبعا ده كله مش هتغير هنا one وهنا zero وهنا zero جميل تعالوا بقى نكمل بس الاول هنا يلا هعمل كل الرو ده ده تمام؟ لما عمل ده divided by seventy five لما عمل divide by seventy five يعني كاني هعمل one over seventy five فيطلع لي هنا كان معه three divided by seven times seventy five تطلع لي كان ماشي دي أحروا عيشة شباب تطلع شبابا نكاتبي one هنا ن Bernadette نستحق 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 نيجي هنا بقى هنعمل one divided by seventy five نيجي هنا دي ريسة عنها من شوية اهي ده divided by seventy five طلع لي thirty six تعمل كده نيجي بقى هنا ايه انا عايز اعمل ده الاول ده الاول عشان انضغيهاش وقت بس كده هم ااخد بقى ال R عيني بقى يفيني شهاب عيني عال one دوت وال negative two hundred and ten فهم عمل two hundred and ten times R two in new واللي يطلع اعمله اد مع ال objective طبعا ده والن مش يتغير ده يبقى زيره اكيد تمام نيجي هنا بقى ده المهم شوية هعمل one divided by one hundred and seventy five times two hundred and ten واللي هيطلع اد ومع مين مع three كويس هتطلع لي كلها في الاخر ايه كم يا شباب هتطلع لي nine over five اللي هي one point eight هنا بقى هعمل one divided by seventy five times two hundred and ten تمام تطلع لي fourteen over five اللي هي two point eight كويس هاجه هنا برضو هعمل بقى thirty six divided by seven times two hundred and ten هتطلع هنا يا شباب twenty one over seven يعني تطلع ثيرتي ولما عملوا اد معدها هيتطلع four hundred four thousand six hundred and eighty طبعا الرول اولاني خلاص يعني مش هعمل بقى عشان ننجز وقت شوية سوري فالحال النهاية طلع خلاص اهو فعلا الاكس طلعت لي one point eight وده كان نفس الحال اللي فاتت لعلمكه طبعا days وكان الواي طلعا لي بي two point eight days وكانت ساعتها الكوست المين والكوست هنا كانت تطلعت بقى four hundred four thousand and six hundred and eighty دورس ماشي يا شباب طيب نفس الحال اللي الحمد لله اللي فاتت وهي شكرا جزيلا يا رب تكون مستفدتوا من الفيديو ده على خير بإذن الله شكرا جزيلا يا شباب بتوفيه ان شاء الله نيجي بقى السؤال البونس بونس بروبلم هنا بتقول a farmer a farmer has one thousand acres of land on which he can go يعني بص هو عنده الف فدان من الارض اللي ممكن يحصل يعني يزرع فيها ايه corn wheat or soya beans يعني دورة او امح او full soy each acre of corn هيبدأ يكلم عن الكورن دلوقتي كل فدان فيها costs ten dollars for preparation تحضير كده للارضة عشان تبقى صلحة لزراعة الدورة فيها 10 دولار بالفدان الواحد وبعدين requires seven mandays محتاج سبع ايام عمل من منزرعين وكده of work and yields a profit of 30 dollars وهتجب لي ماكسب 30 دولار برضو اللي فدان الواحد هيبدأ يشرح نفس القصة المين برضو اللي an acre of wheat costs 12 dollars for preparation requires ten mandays of work and yields a profit of 40 dollars تمام؟ وبعدين an acre of soybeans مفس الكلام با costs 7 dollars to prepare requires eight mandays of work and yields a profit of 20 dollars وعن كان ده نفولة نظام في table بقى واتكلم عن كل محصول منهم في ثلاث حاجات عايز كام mandays وعايز cost preparation at day وprofit at day وما ننساش ان هو ما عندوش غير الف acres بس يعني هو عندو الف فدان بس خذ بقى لكم النقطة دي عشان دي هتملكه equation برضو هتملكه condition يعني طيب نجي بقى الاخر الجملة if the farmer has ten thousand dollars for preparation ده اخره ده اخره ما يقدرش يدفع اكتر من كده في التحضير خذوا بالكم جماعة طواله ده اخره يبقى نعمل less than or equal يعني قلمنا يسير and can count on eight thousand mandays برضو ده اخره 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 انه ايه يدفع ثمان ثلاثة ايام ايوم عمل يعني خلاص كده وفوق how many acres should be should be allocated to each group يعني ترى تتوقع انه هو ياخد لكل محصول قد ايه يخصص لكل محصول قد ايه to maximize profits عشان ايه يجيب اعلى format linear model and solve it طبعا مش يا شباب يلا التوفيين ان شاء الله تذكروا فيها وحاولوا تحضل لغة تبعتها بإذن الله على السلام